اشتركوا في القناة الشاملة والمنجزات الحضارية التي سطرها التاريخ المجيد والعهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى في وطننا الغالي كما ورفع سموه التهانية والتبركات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة العظيمة على قلوب الجميع وثمنا سموه الدور المميز الذي يضطلع به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترجمة توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في إطلاق المشاريع التنموية في مختلف قطاعات الدولة وتنفيذها على الشكل الذي يسهم في دفع عجلة التطوير نحو مزيد من التقدم والازدهار في المملكة وقال سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة إنها لمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا أن نحتفل بأعيادنا الوطنية المجيدة والتي يستذكر فيها الجميع التلاحم الوطني بين القيادة والشعب من أجل العمل على رقي وتقدم هذا الوطن فإنما تشهده المملكة من نهضة شاملة يأتي تأكيدا على ما تضمنه المشروع الإصلاحي لسيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أهداف تنموية صنعت قفزات نوعية في قطاعات الدولة وتابع سموه قائلا إن رؤية البحرين 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستكون خارطة طريق تسير من خلالها المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقا وتحقيقا لمزيد من النجاحات التي تضاف للمنجزات الوطنية مشيدا سموه بالجهود المميزة التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاحتواء التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد 19 من خلال القرارات والإجراءات الاحترازية التي وجه سموه باتخاذها وتنفيذها من خلال اللجنة التنسيقية والفريق الوطني الطبي وذلك للحد من هذه الجائحة والوصول للبحرين والوصول بها إلى بر الأمان للعودة بالحياة إلى طبيعتها وعودة دوران عجلة التنمية في جميع القطاعات وعضاف سموه إنها فرصة نستذكر فيها العطاء الكبير للمغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله الذي أسهم في جعل مملكة البحرين منارة ونموذجا في شتى المجالات وختم سموه تصريحه قائلا ندعو الله العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان وأن يسبغ على سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية متضلعا سموه إلى تحقيق مزيد من النجاحات التي تعزز من مكانة المملكة ودورها الرائد ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما على المستويين القاري والدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر